أعوذي بلان محيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحمن تحليل بي الوحدة الحادي عشر التلوث الضوضائي نويس فوليوشن اليوم في هذا المقطع نتناول طرق الوقاية من الضوضاء التحكم يغلل ويحد من الآثار الضارة للتلوث الضوضائي أما إذا اضطر الإنسان للعمل بالقرب في مصادر الضوضاء فعليه أن يحمي نفسه باتباع الآتي أولا قلق زجاجة السيارة في الأماكن المزحمة لمنع وصول الأصوات إذن هنا قلق زجاج السيارة تقليل الاستعمال المفرط لآلات التنبيه الآلات التنبيه يجب التقليل من استخدامها إقلاق الأبواب الشبابيك في المنزل لتفادي دهول الصوت من مكبرات الصوت الغريبة إذا كان هناك مكبرات صوت غريبة من المنزل يجب إقلاق الشبابيك استعمال سدادات الأذن في الأماكن ذات الضيجية العالي يعني إذا عملت في أي مكان ذات الضيجية عليك استخدام الإير بلغس سدادات الأذن استخدام سماعات ماصة للصوت في حالة فنية الورش والمصانع والطائرات الإقلاع عن استخدام المسجلات ذات سماعات الأذن التي تدخل في الأذن فحص السيارات بشكل دوري وتركيز على سلامة العادم سلامة العادم هنا هذه هي النقطة الأساسية بأن العادم يكون سليم لكي لا يصدر ضوضاء أو صوت عالي هنا شكل واضح الإير بلغس أو سدادات الأذن وكيف تستخدم بشكل واضح عندما تعمل في أماكن فيها ضيج عالي لكي لا تسمع هذه الأصوات العالية وهنا يسمى السماعات التي هنا سماعات الرأس التي تمتص الصوت وكيف تمتص الصوت؟ Noise created by external source أي إزعاج يخلق بواسطة مصدر خارجي وهذه الموجات قادمة من هذا النوز أو الإسعاج الخارجي مصدر خارجي وهنا sound waves created by headphone speaker وهنا هل الهودفون أو السماعات الرأسية هذه تخلق موجات تخلق موجات فنرى هنا هذه الموجات تتداخل مع بعضها البعض هذه القادمة من الهيدفون وهذه القادمة من مصدر خارجي هذا من مصدر خارجي وهذا داخلي وبالتالي تقلق البعضها البعض هنا يعتبر هنا هدوء silence هدوء يكون هدوء فهي تكون مصة للإزعاج فتسمى noise canceling headphone أي سماعات الرأس التي تمتص الصوت noise canceling headphone وفي هذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة في مقاطع أخرى إن شاء الله